بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في جلسة مجلس وزراء رقم 119 المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم بعد مرور 20 شهرا على المواجهة الكونية مع وباء كورونا المستجد عادت منظمة الصحة العالمية لتحذرنا مجددا من نذر تفشي موجة رابعة لمتحورات الفيروس بعد تسجيل ارتفاع في منحنيات الوفيات في العديد من دول العالم التي تعيش تحت وطأة متحور دلتا نطالب المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة أسرانا الذين يعانون ظروفا اعتقالية قاسية وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم كما نطالب بوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية والذين يخوض نحو 17 أسيرا منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم غدا تعلن نتائج الثانوية العامة وباسم مجلس الوزراء أتقدم بالتهنئة للطلبة الذين تقدموا للامتحان واجتازوه بنجاح وأقول للذين لم يجتازوا الامتحان أن هذه ليست نهاية الطريق علينا أن نثابر في مسارات أخرى قد نتفوق بها من جانب آخر أبدينا كل استعداد من أجل وصول المساعدة القطرية للعائلات المستورة وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وحسب كشف الأسماء الذي سترسله اللجنة القطرية لوزارة التنمية الاجتماعية ونرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر